هناك أمرين الأمر الأول أن الشحنات الروسية الآن لا تحصل على التأمين الغربي على كل الحالات بسبب الحضر فروسيا تصدر كل ما يمكن تصديره بدون الغرب وبدون شركات التأمين لأن البنك المركزي الروسي دعم شركة روسية بأموال ضخمة جدا لإعادة التأمين من أي دولة في العالم كما قامت الحكومة الهندية أيضا بنفس التصرف فهم ليسوا بحاجة تأمين للغرب على كل الحالات الأمر الآخر أنه بكل بساطة ونحن نعرف هذا الأمر ممكن بكل بساطة لأنه شاهدناه حول العالم بكل بساطة أنا ممكن أحصل على ورقة من البنك طبعا يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تحدد البنوك التي يجب التعامل معها وهذا جهد إضافي وتكلفة إضافية ولكن يمكن الحصول على أوراق تبين أنني دفعت سعر معين أقل من السعر ولكن تحت الطاولة أنا دفعت لبنك آخر يتبع للحكومة الروسية وبالتالي أحصل على هذا الموضوع نقطة أيضا ثالثة على الأمر وهي أنه إذا كان لنفرض أن السعر هو 60 دولار يمكن للصين ولا الهند ولا أي دولة أخرى للحصول على النفط لأن الوضع في أسواق النفط ليس هناك فائض كبير يمكن الحديث عنه وبالتالي يمكنهم رفع الأسعار فوق الحد الذي قرره الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن ويحصلوا على النفط الروسي وبالتالي فإن السعر المحدد لا فائدة منهم لكن كيف ممكن لهذه الدول الكبرى أن تقر أمرا صعب أو مستحيل التنفيذ دكتورانس نحن من بداية يعني أنت لو نظرت إلى العقوبات من البداية حتى الآن يعني خلينا نكون صريحين كلها عقوبات شكلية لنبدأ من البداية منذ أن قام بوتين بغزو أوكرانيا وجدنا رئيس وزراء كندا يعلن وقف واردات النفط الخام الروسي ولكن كندا لا تستولد النفط الخام الروسي أعلنت شركة شل أنها لن تشتري النفط الروسي ولكن لو نظرنا إلى الإعلان الصحفي بتفاصيله لو وجدنا أنها عنت أنها لن تشتري النفط الروسي بالأسواق الفورية ولكن العقود مستمرة حتى الآن طيب ليش وافقت هذه الدول دكتور على المضيف هذا القرار إذا كانت ستكون هي المتضرر الأكبر من هذا الأمر في أزمة قد تحدث خلال الشتاء القادم تماما ولكن نحن أيضا وجدنا أمس الوزير الفرنسي مثلا يعلن أن هذا الأمر صعب جدا واضح أنه كان هناك ضغوط أمريكية شديدة على مدموعة السبع لهذا الموضوع والمثير في الأمر ما يلي أن اجتماعات مجموعة السبع دائما في كل بياناتهم دائما كانوا يركزوا على التغير المناخي دائما في عبارة عن التغير المناخي الآن اجتمعوا لم يذكر تغير المناخي في أي مكان الغريب في الأمر أن تخفيض أسعار النفط يعني زيادة الطلب على النفط وبالتالي حرق المزيد من النفط ومن ثم زيادة الانبعاثات وهذا عكس سياسات التغير المناخي التي يتكلمون بها